وستطرق بالأسواق العالمية تتجه الأنظار نحو اكتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة دون تغيير الفيدرالي الأمريكي أبقى الفائدة عند أعلى مستوياتها في 23 عاما عند مستوى 45% و 5.5% منذ يوليو الماضي من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة الأسواق المالية ليست مقتنعة بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام بل تراهن على خفض الفائدة مرة أو مرتين فقط خلال 2024 وبعد تقرير الوظائف القوي يرى بعض المراقبين أن البنك قد لا يخفض الفائدة على الإطلاق هذا العام بينما يرى البعض الآخر أن هناك حاجة للمزيد من الأدلة على ضعف الاقتصاد قبل أن يقرر صنع السياسات بدء خفض الفائدة في أوائل مايو الماضي أكد جيرون باول رئيس الفيدرالي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر لن تؤثر على قرارات الفائدة موضحا أن القرارات يتم اتخاذها بناء على البيانات وكيفية تأثيرها على التوقعات وتوازن المخاطر